أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند ترند الترند النهاردة والموضوع الموجود بشكل كبير جداً والناس بتتكلم فيه عبر السوشيال ميديا النهاردة خبر مهم جداً مصدر ليلا كورة رفض وزارة التموين منح شعار نادي القرن لنادي أزة مالك ملف ده بنتكلم فيه بأننا سنين لكن طبعاً فكرة بقى ان احنا ناخد العلامة التجارية وناخد توصيق هذا الموضوع من وزارة التموين وزارة التموين رفضت لكن قبل بخش في التفاصيل دي عندي جزئيتين جزء وبتكلم فيه بشكل رسمي وجزء التاني يعني بما أن الموضوع بينه وبينكم أصبح بقى خلاص يعني مش أقول دمه خفيف بقى دمه تقيل بس خلاص بقى هزار بهزار يعني الموضوع هنقضيه هزار في هزار فعندي جزئية هتكلم فيها طالما الموضوع بقى هزار في هزار لكن الجزئية الأولانية وزارة التموين طبقاً للطلب اللي الطلب منها في الفترات السابقة رفضت قالت لك النادي الآله هو نادي القرن وهو اللي عنده العلامة التجارية ومتوسقة ومتسجلة والاتحاد الإفريقي أصلاً كان عامل معايير والموضوع ده قتلها بحسن والناس عارفها تفاصيله الزمالكوية قبل الأهلوية مش أقولي الأهلوية لا الزمالكوية قبل الأهلوية وحتى منقشة الزمالكوية لهذا الموضوع في السنة الأخيرة تحديداً نسف الموضوع من أساسه نسفه لأنه خلاص الناس بقت عندها قناعات من خلال لقاءات رسمية ومتوسقة صوت وصورة أن نادي القرن الناس تعرفت في المعايير اتعاملت إمتى وسنة كام وفي التوقيت اللي اتعاملت في المعايير والتصنيف النادي الأهل أصلاً ابتعد عن المشاركات الإفريقية بناء على رغبته بسبب تفاصيل مالية في المشاركات الإفريقية فلو كان بيفكر في فكرة نازل القرن ما كانش انسحها وما كانش باهد عن البطالة الإفريقية وقت ما تعمل التصنيف لكن عموماً الناس عارفة تفاصيل الموضوع وعرفة الفكرة طيب احنا دلوقتي بنتكلم في القرن الواحد وعشرين قرن الواحد وعشرين يعني احنا خلاص قرن العشرين عدناه وفي ناس بتتكلم لسه فيه بعد عشرين سنة وبتحاول يعني ايه تملى هوا أو بتحاول تضيع وقت أو بتحاول تركب التريند لأنه خد بالكو برضو هما ساعد بيبوا أسكية بيحبوا مثلاً يقول لك ايه اتكلم في موضوع يسير جمهور الاهلي أو يعمل إثارة لجمهور الاهلي عشان جمهور الاهلي يتفرج عليها فلما جمهور الاهلي يتفرج عليها هبقى تريند فالمحتوى اللي بقدمه الناس كلها هتشوفه فهوصل الرسالة اللي انا عايز اقولها حتى لو سلبية حتى لو ملهاش معنا بس هوصل الغرض اللي انا عايز اقوله هحفر كده في ازهان الناس الكلام اللي انا عايز اقوله سواء بقى منطقي مش منطقي وجهة نظر وفكرة المفروض الجمهور اتمنى يعني ياخد باله من الجزئية دي بعد كده لان خلاص اي كلام فاضي معقول بقى يتقال في اي منطق وفي اي حاجة والجمهور بيحب يدافع فبيحب يخش يرد وللأسف بيقلبوا الموضوعات دي ليه يعني زي ما هم عايزان لكن تصنيف القرن النادي او تصنيف نادي القرن الافريقي الواحد وعشرين احنا فين الاهل خلاص خد الجيزة وتحطت في المتحف وبيشتغل على المستقبل بيشتغل على الجاية تصنيف نادي القرن الافريقي الواحد وعشرين لغاية اللحظة دي ببعن الاهل وصل لنهاي دورة ابطال افريقيا ونهاي دورة ابطال افريقيا عن ترتيب وتصنيف ترقومي النقط اللي هم بيقولوا عليها هي مش بالنقط طيب بالنقط الاهل حاليا تسعين نقطة تسعين نقطة الترجي التونسي ستين مازنبي الكنغولي ستين النجم الساحلي التونسي ستة وخمسين الوداد المغربي تمانية وتلاتين الزمالك في المركز السادس ستة وتلاتين الرجاء المغربي في المركز السابع تلاتة وتلاتين ووصل فاينال كونفيدرالية هيعد الرقم ده بعد نهاية كونفيدرالية فممكن يبقى سادس والزمالك يتراجع للسابع ان ينبأ النيجيري بنتكلم ترتيبه التامن واحد وتلاتين نقطة الصفاق ستاسع تلاتين الهلال السوداني العاشر ستة وعشرين ونص سانداونز الحداشر ستة وعشرين قدامكم بقى التفاصيل الجدول لغاية رقم عشرين آخر نادي نادي الأفريقي التونسي تلاتتاشر نقطة بالمناسبة في فرق بين تصنيف نادي القرن والتصنيف التراكمي قدامكم على شاشة ده تصنيف نادي القرن على مجمل البطولات والمباريات اللي بتأديها الفرق في المسابقات الأفريقية وحتى نقط من خلال كاس العالم للأندية لكن التصنيف التراكمي ده اللي هو متعلق بقى بتصنيفك في المشاركات الأفريقية هتلعب تمهيدي ولا مش هتلعب لو بنتكلم في التصنيف التراكمي الأهل الحمد لله في الصدارة مع الترجي مع الوداد مع مازنبي وسانداونز والزمالك بيتنفسه على المركز الخامس والسادس في التصنيف التراكمي ده هنا بقى بنتكلم جد من خلال أرقام وأوراق رسمية والحمد لله النادي الأهلي بيغرد منفردا في صدارة القرن الواحد وعشرين خدنا القرن العشرين وبننافس على القرن الواحد وعشرين وغيرنا لسه عايش في الأوهام طيب